بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعطيكم العافية إخوان إن شاء الله كلها تكونوا بخير وصحة وعافية محاضرة اليوم إن شاء الله رح تكون مقدمة عن الريموفابل بروستودونتكس مقدمة عن الريموفابل بروستودونتكس هاي المحاضرة طبعا شامل لمحاضرتين شامل لمحاضرتين ما حبيت نزل المحاضرة الأولى لأنها بس كانت مقدمة بشكل عام بلي الله ممكن نيجي عليها سؤال سؤالهم يعني كبيرها كبيرها سؤال واحد تمام أما المحاضرة الثانية بتحكي عن الأنتومي عن التشريح تمام فبهذا القسم تقريبا اللي هو كمقدمة رح أحاول أنا أخططي لكم وأشرح لكم بشكل سريع أخططي لكم وأشرح لكم بشكل سريع لأنه هاي معلومات عامة معلومات عامة تمام أما لما نيجي على قسم الأنتومي رح أشرح لكم إياه إن شاء الله 3D رح أشرح لكم إياه إن شاء الله 3D بعدين رح أرجع للتفريغ مرة ثانية عشان عشان نحلوا مرة ثانية طيب removeable prostodontics ما هو prostodontics ينقسم كلمة prostodontics إلى قسمين prostodontics prosto معناها substitute بدائل أو تعويض substitute بدائل أو تعويض تمام؟ أو إشي صناعي تمام؟ إشي صناعي don't text أسنان don't text أسنان فprostodontics معناها التعويضات السنية أضع التعويضات السنية ينقسم لبروستودونتكس إلى قسمين رئيسيا removeable تمام؟ و fixed removeable ينقسم أيضا إلى قسمين complete denture تقم أسنان كامل وهذا هو محتوانة لهذا الفصل وعننا إحنا إيش؟ rpd شو ال-rpd؟ اللي هو التقم الأسنان الجزئي وهذا هو محتوانة الفصل الجاي الفيكست رح تخذوه إن شاء الله متى السنة القادمة طب شو الفرق بين removeable شو الفرق بين removeable وفرق بين fixed removeable هو إشي بدخله المريض داخل فمه وبيقدر يشيله من اسمه removeable متحرك remove بشيل able معناها إنه قادر على إنه شيله removeable معناها متحرك تمام fixed ثابت fixed ثابت لما تحطه داخل فمك ما بتقدر تشيله خلص بظله موجود ما بيقدر المريض يقدر إنه شيله تمام تمام طيب نيجي على removeable prosthodontics اللي هو محتوانة هذا الفصل شو تعريف removeable prosthodontics هو عبارة عن art الفن and science هو عبارة عن فن وعبارة عن علم ليش عبارة عن فن وعبارة عن علم لإنه لما المريض يفقد جميع أسنانه تمام بيفقد إشي مهم اسمه المستيكي تيري سيستم اللي هو جهاز المضغي فلما يفقد هاي القدرة بصير صعب عليه إنه يوكل ولما يفقد أسنانه بيفقد كثير من نواحي الجمالية فأنا بهمني إني أرجع أسنانه عشان أرجع النواحي الجمالية فهاي عبارة عن فن وليش ساينس عبارة عن علم لإني بدي أرجع وظيفة أسنانه إنه يقدر يرجع يأكل فالريموبة البروستودونتيكس إنه art and science of replacing teeth اللي هو إحنا منبدل الأسنان ومنعوض الأسنان اللي فقدها إنت صحيح وضع سنانك لكن رح رجعلك إياهم تمام مش بس بعوض له أسنانه بعوض له الأنسجة اللي حوالين هاي الأسنان طب ليش أنا بدي أعوض الأنسجة المحيطة بهاي الأسنان يخوان إنتوا بتعرفوا من السنة الماضية إنه الأسنان محاطة بإشي اسمه أوليفي لاربون محاطة بعظم محاطة بعظم هذا العظم يا أخوان هذا العظم يا أخوان بيروح مع فقدان الأسنان كلما المريض يخسر أسنان بصير هذا العظم يذوب فأنا بعوض الأسنان وبعوض العظم اللي راح تمام إيش بعوضهم بريمووفابل سبستيوت ببادائل متتحركة ببادائل متحركة فالريمووفابل بروستودونتكس is the art and science of replacing teeth and surrounding structure with removable substitute with removable substitute we have two types of prostheses عنا نوعين من التركيبات removable prostheses زي ما قلنا المتحرك و fixed prostheses removable prostheses زي ما قلنا إيش بقدر أحطه وشيله fixed prostheses cannot be removed by the patient mouth ما بتقدر تشيله من فم المريض طيب الادنتلس patient شو معنى ايدنتلس patient اي معناها عديم تيجي كعديم بالنظام باللغة شو هي لغة الطب بيستخدمها بالكتب ناس يشوي سمها المهم الادنتلس أسنان ايدنتلس معناها عديم الأسنان معندوش ولا سن الادنتلس patient هو الpatient اللي بيكون فاقد جميع أسنانه هو patient بيجيني على العيادة فاقد جميع أسنانه لما يجيك مريض معندوش ولا سن شو بيكون ايدنتلس patient لما يكون مريض عندو سن واحد بسميه دنتيت patient أو partial ايدنتلس دنتيت معناها عندو أسنان partial ايدنتلس معناها فاقد الأسنان جزئياً طيب شو هو الادنتلس استيت شو الادنتلس استيت هي حالة تعريفية للمريض اللي فاقد كل أسنانه فالمريض القادم كل أسنانه فاقد كل أسنانه بيجيك على العيادة represent a compromise or loss in the integrity of the masticatory system بيجيك المريض اللي فاقد أسنانه عندو ضعف تمام ضعف وعدم اتزان في الجهاز المضغي في الجهاز المضغي this is usually accompanied by adverse functional and aesthetic sequela ما يكون patient فاقد أو عندو ضعف بالmasticatory system بتأثر عندو أو عادة يتأثر عندو شغلتين combined by adverse يتأثر بشغلتين اللي هي functional اللي هو النواحي الوظيفية ما بيقع عندو صعوبات في التحدث وصعوبات في الأكل ما بيقدر يحكي حرف الاس حرف الاش حرف الاف هاي الثلاث حروف صعب أنه ينطقهم بشكل صحيح بالإضافة يتأثر جماليا اتخيل أنه أنت two central واقعين عندك وابتسم مغارة صح فأنت بتأثر عندك نوع حالجمالية مش بس هيك لما تكون فاقد كل أسنانك عندك الأسنان تدفش الشفايف لقدام فبتعطي منظر منظر جمالي اطلع على العجايز اللي بيركبوا طقم وبيشلوه لما يشلوا الطقم شفتهم بترجع لوا وبتظهر التجاعيد حوالين فمهم وشفايفهم بشكل أكثر فبتأثر عندهم النواحي الجمالية استيك بصير عندك كومبرومايز استيك تمام بقولك طبعا هاي المشاكل اللي بتصير تختلف من شخص إلى آخر شو معنى معناها كل مريض مشاكله بتختلف عن المريض الآخر طبعا يخوان بدي أنا اختصر لكم هذا الحكي بالكامل كل هذا الحكي بالكامل بيختصر لكم تمام اللي بيحب يكتب هون نوتس تمام بيقدر يكتبه بس شن اختصر لكم ذكرنا مرة ثانية الـ انه بيجيك بيشنت على العيادة بكون فقدان جميع اسنانه فشو بتأثر عنده المستكتري سيستم طبعا لو بتأثر المستكتري سيستم شو بيكون بتأثر عنده بتأثر عنده الفنكشن بتأثر عنده برضو كمان النواحي الجمالية وهاي الظواهر تختلف من شخص الى اخر يعني لما تجيك بيشنت بنت صار مع حادث السيارة وخسرت كل اسنانها وكانت هاي البنت مثلا بتهتم كثير بجمالها كل بنات بيهتموا بجمالهم لكن بتختلف من بنت لبنت في بنات بتعقدوا نفسيا اذا الاظفر تبعها ان جراح انسا بتودع الملاعب في بنات لا عادي مش في عارق معهم عادي ممكن تركض حافية بالشارع عادي تمام فهاي المريضة ممكن تدخل بحالة نفسية تمام ممكن تدخل بحالة نفسية والام البنت الثاني اللي فقدت كل اسنانها ممكن يفرق معها شوي انه اه والله انا كبرت بالعمر بس يلا كلنا هنموت يلا كلنا مترين بمتر او متر بمتر تمام عادي فعشان قلنا تختلف من شخص الى اخر تمام بالاضافة النواحي الوظيفية ممكن يجيك خلص لما فقد كم سن او فقد كل اسنانه وبطل قادر ياكل وبطل ونزل وزنه ممكن يجيك واحد عادي ما عنده ما عنده مانا عايي بنزل بدب في النعمة ولا فارقة معه بنزل مناسف بنزل حجار عادي بجرش كل اشي الاخضر واليابس تفرقش معه فعشان هيك تأثر المرضى نفسيا ومعنويا ووظيفيا تختلف من مريض الى اخر فعشان هيك عشان هيك ركزي على هاي النقطة لما بدي اجي اقدم علاج هذا العلاج بيكون شو معنا معناها طيف العلاج شو معنا طيف العلاج معناها في مرضى بس بهمه تعوضله بس اسنانه مش سائل لا جمال ولا سائل ولا عن اي شي بس حط لي اسنان اكل فيهم فانت ممكن تحط له اسنان يوكل فيهم وبثبات كثير ممتاز وتطنش النواحي الجمالية بعض الاحيان لما نطنش النواحي الجمالية فاحنا منزيد الوظيفة في بعض الاحيان فبقول لك انا الجمالية مش فارق معي زبط لي النواحي الوظيفية تمام ممكن يجيك بيقول لك لا انا بدي كل هاي الميزات لما اعطيك كل هاي الميزات فانا بعطيه 80% جمال 80% وظيفة ما بقدر عطيه 100% بكل الحالتين ممكن تجيني بنت او يجيني شاب بيقول لي 100% بهمني الجمال الوظيفة لرجلي مش فارق معي تمام فانا شو بعطيه 100% جمال 60% او 50% وظيفة لانه صعب اني احقق 100% جمال و100% وظيفة تمام فبيقول لك متطلبات العلاج must address the wide spectrum لازم تحقق طيف العلاج of individual tolerances and perceptions معناها لازم يحقق غاية المريض لازم يتحقق غاية المريض سواء وظيفية او جمالية او شمولية هنا هي الفكرة تمام the required treated must address wide spectrum of individual tolerance and perceptions تمام النقطتين هاي وهاي ذكرتم سابقا وهاي النقطة برضو كمان ذكرتها سابقا skip نيجي على صورة الاشعة لمريض فاقد جميع اسنان طلع صورة الاشعة تقريبا تقريبا فاقد الاسنان الموجودة تحت تمام فاقد جميع الاسنان اللي تحت عنده هنا اسنان لكنها داخلة بالعظم اسنان impacted داخلة بالعظم برضو هون جذر فيه تمام عنده اسنان داخلة بالعظم وعنده اسنان وين عنده بقايا جذور بفكو فهذا المصر لهم مش اصلا ارعبش بقول لك this is panoramic radiograph صورة panorama for dentate patient the teeth surrounded by beridontal اللحظة اوكي الدكتور هون قاصد الفك اللي فوق بقول لك the teeth surrounded by the beridontal ligament which provided sensory input for the mysticatory system to regulate the chewing and eating process تمام طبعا هاي الصورة عشان تكونوا بالصورة هل هذا البني آدم بعتبره dentate ولا لا بعتبره dentate ليه لانه عنده سنين عنده سنين ما بعتبره ايدون بشكل عام الدكتور هنا بيجي بقول لك انه الاسنان الاسنان خليه ارسم لك سن تمام هذا تاج الاسنان محاطة ببردونتا الليجامنت هانا بكون في عندك بردونتا الليجامنت اربطة شو وظيفة هاي البردونتا الليجامنت بتعطي الاحساس جيب اصبعك حطه على سن واحد بتحس انه اصبعك ضاغط على سن واحد ليش لانه عندنا البردونتا الليجامنت هاي بتعطي احساس للأسنان بتعطي احساس للأسنان تمام وهاي الاحساس وهذا الاحساس بساعد في عملية المضغ فلما توكل اشي انت قاسي اسنانك بتواجعك ليش انت بتعصي بوجع بسبب وجود البردونتا الليجامنت طب اذا انت ما حسيت شي بوجع شو راح يصير راح تضغط زيادة وتكسر السن فبيقول لك هاي البردونتا الليجامنت which provide a sensory input for the mysticatory system to regulate the chewing and eating process فوظيفة البردونتا الليجامنت انها تعطيك احساس لعملية المضغ وتنظم عملية الاكل عندك تنظم عملية الاكل عندك لانها بتعطيك احساس the radiograph is for the endontalist patient it represents what happens for the patient when he loses teeth teeth are lost and bone is resolved there will be a severe compromise in function compared to the dentate patient عندك عندك انت المريض طلع الفك اللي تحت الفك اللي تحت ما في ولا سن ما في ولا سن هنا تمام فلانه ما فلانه عندك نعين من العظم بالفك العلوي عندك بازل bone هذا العظم ما بنخسره أبدا حتى لو خسرنا اثناننا فقيا في عندنا الوليف لار sorting اللي اللي هو بتكون بسبب الاسنان لما خسر هذا المريض أسنانه فقد الأيفلربون وذاب هذا العظم فلما فقد أسنانه وذاب العظم شو تأثر عنده؟ تأثرت عنده الوظيفة تمام؟ تأثرت عنده الوظيفة مقارنة مع الدينتيت مع المرضى اللي بيكون عندهم أسنان الفكرة النبدة لما أنت تخسر أسنانك شو بتخسر؟ عظم لما تخسر أسنانك وتخسر العظم تخسر وظيفة الفكين بعد قدرة الأكل وقدرة التكلم والتحدث بصير عندك صعوبة في الكلام تمام؟ فعندك أنت مهاراتك بتقل مقارنة بالمرضى اللي عندهم أسنان تمام مقارنة سريعة بين الناس اللي عندهم مش أسنان والناس اللي عندهم أسنان تأثير ميكانيزم تأثير ميكانيزم ومتعبون لتخسر الوظيفة الوظيفة لما يكون في عندنا أسنان هاي الأسنان بتعطي دعامي للفكين فبقدر أكل أشياء قاسية وبقدر مثلا أكل جوز بقدر مثلا أمزق اللحم تمام؟ لماذا؟ because teeth are well supported طاط الدعامي ممتازة وبقدر تتعامل مع الوكلوز الفورسة شو الوكلوز الفورسة؟ اللي هي القوة اللي بتيجي أثناء عملية المضغ فالأسنان بتتحمل هاي القوة على عكس الفك اللي بكونش فيه ولسن quality of the macosa نوع نوع اللثة ونوع الجلد اللي حوالين الفك يختلف area available for support المنطقة الداعمة لما يكون أنا عندي أسنان بيكون أنا support عندي 45 سنتيميتر مربع طب شو المقصود بالsupport؟ إخوان بس إشان أختصلكم إياها كل ما زادت المساحة اللي أنا عندي إياها أثناء عملية الأكل كل ما زادت قدرتي على تحمل كل ما زادت قدرتي على التحمل وتوزيع الفورسز وما بحسش بأي ألم لكن لأنا أفقد كل أسناني بالفك اللي فوق بيكون أنا عندي تقريبا مساحة 22.9 سنتيميتر مربع والفك اللي تحت 12.25 سنتيميتر مربع فأنا عندي support قدرتي على التحمل بوجود الأسنان كثير عالي بسبب زيادة السطح لأنه عندك أنت عظم وعندك أسنان لكن الفك السفلي عندك عظم وهذا العظم مستدير زي ما راح نوريكم بالأناتومي فبتقل قدرة الدعم عندك طبعا هذا الفك السفلي هذا الفك العلوي applied force قدرتك على العض لما يكون عندك أسنان بتقدر تعض بقوة 200 نيوتن لكن لما يكونش عندك أسنان قوة عضك بنكون من 60 إلى 80 نيوتن ومع الوقت بقل أكثر وأكثر بصير 40 بوصل 30 حتى تمام نيجي للمورفولوجيكال جينجز associated with a dental state تمام الاختلافات أو التأثيرات اللي بتصير جماليا وشكليا مورفولوجيكال معناها شكلية مورفولوجيكال جينجز التغييرات الشكلية اللي بتصير مع المرضى اللي فقدين أسنانهم طلع على هاي الصورة المريضة هون مبتسمة ومعندهاش ولا سن هاي المريضة مبتسمة وعنده أسنان لاحظ الفيشال بروفايل شو هو الفيشال بروفايل اللي هو الوجه اللي هي حافة الوجه والمخصوب الفيشال بروفايل اللي أنا بدي أحكي عنه هذا هو طلع الفيشال بروفايل اللي عند المريضة جاي كونكيف مقعر داخل لجوة مقع كونكيف معناها داخل لجوة تمام داخل لجوة أما المريضة اللي عندها أسنان بيجي كونفيكس يابوكون ستريت أو كونفيكس يعني زي هيك كونفيكس تمام وهذا أكثر جماليا تطلع الفرق بين بين هاي المنطقة وهاي المنطقة بالنسبة إلنا أكثر جماليا هاي الصورة تمام هاي الصورة هاي الشغلة الأولى الشغلة الثانية عنا فيه شي اسمه النازو ليبيا اللاي أو خلينا يا أخوان نمشي على هاي النقاط نمشي على هاي النقاط إشانا نشرح لكم أول بأول بيصير في عندك أنت هذا اللي جروف اللي بيكون هنا لما نكون إحنا فقدين أسناننا هذا بدخل لجوه هذا بدخل لجوه تطلع هذا كيف جاي تقريبا خط مستقيم هذا بيكون داخل لجوه فبصير في عندي الشغلة الثانية لابيو دينتل آنجل بتقل لوس أو لابيو دينتل آنجل شو لابيو دينتل آنجل أو لابيو نيزو آنجل فأنا عندي لابيو دينتل أو لابيو نيزو آنجل هاي نسميها هاي الزاوية عندي الباس قاعدة الأنف مع هذا الخط هاي بتوخي الزاوية 90 درجة هاي بتوخي الزاوية 90 درجة هاي الزاوية إذا كانت أكثر من 90 درجة يعني أكثر من 110 بصير جمالياً بتقل بصير جمالياً بتقل narrowing of lips الشفايف بصغره الشفايف بصغره طلع هنا على هاي الصورة شوف كيف الشف كثير صغيرة مقارنة مع هاي طلع هنا الشف كثير عريضة جاية الشفايف بصغره ليه لأنه أنت فقدت أسنانك فالشفايف بطلت تفرد معك increase in كوليميلا filtram angle كوليميلا filtram angle خليني أوريكم إلا صورة ثواني بس ثواني بس أطلع لكم صورة أو ممكن أرسم لكم إياها إذا ملقيتش صورة مرتبة أرسم لكم إياهم إياه تقريبا هي اخوان شوفوا كيف احكي لك هاي الزاوية تمام هاي الزاوية تمام هاي بتكون ليبهد انت الانجل وعندك انت الكوليميلة الكوليميلة فيلترون تمام طبعا نفسها تقريبا بتيجي بتأثر على شكل الدقن بتأثر على شكل الدقن صراحة حتى شفت صورة مش واضحة الصورة فيكوكم منها تمام بس انه الفكرة اللي تكون في بالك انه بتزيد الكوليميلة فيلترون انجل وبتسبب ايش اسمه ويتش تين طلع الذقن يبرز الى الامام تمام بروغناثيك بروغناثيك انكريس هذا المقصود بروغناثيك انكريس الفك السفلي يبرز الى الامام فمرة ثانية لما احنا نيجي نفقد اسناننا شو البياش اللي بتأثر عندي عند النيزو اللي هو الشفاء الشفي هاي اللي هون بتدخل لجوه تمام اللي هي هاي الزاوية بدلا ما تكون تسعين درجة بتصير مثلا مية وعشر او مية وعشرين عندك انت بيظهر الويتش تين اللي هو ذقن الساحرات بيكون ليش سموناها ويتش تين افلام الكرتون يا اخوان لو بتذكروا الساحرات بيكون الذقن انت باعها بارز الامام ليه لينها فاقدي كل اسنانها والبروغناثيك انكريس المقصود في انه الفك السفلي بتقدم للامام الفك السفلي بتقدم للامام طيب كيف نعالج المرضى اللي فاخدين كل اسنانهم يعني احنا الحالات العلاجية للمرضى اللي بكونوش عندهم اسنان يا مريض بيجيك تمام يا مريض بيجيك معمروش لبس طقم فهذا بعمله طقم من اول الجديد وبعلمو عليه يا بيجيني مريض patient with dentures and happy with them اجاني مريض عنده طقم ومبسوط فيه بس بده اعمله نسخة لقلو او ممكن يجيني patient with dentures عنده طقم لكنه مش مبسوط فيه وبده يغيره وبده يغيره فانا عندي ثلاث انواع من مرضى الايدو يا مريض بده طقم وهو معمروش اللي بيستقم او مريض عنده طقم وهو مبسوط فيه بس بده ياني انسخه او مريض بيجيني مش حابي طقم وبده ياني اعدله طيب هذول المرضى منقدر احنا نعطيهم we can provide these patient with منقدر نعطي هذول المرضى implant supported completed dentures او implant supported bridge تمام لما يجيني انا مريض تمام فاقد جميع اسنانه بقدر اعمله زرعات بقدر احط له زرعات وحط فوقيهم طقم بقدر احط فوقيهم طقم وهذا الطقم بيتحرك بقدر يشيله ويركبه او بحط له زرعات وحط فوقيهم جسر جسر كبير زي هيك ولكن هذا بيكون ثابت او شو بقدر انا اعمل بحط جزرعات وبحط بس فوقيهم طقم شو يعني طقم معناها زي هذا بحط بصنع له واحد زي هذا لكن بدون زرعات طيب علاج المرضى الفاقديين اسنانهم يمكنك تفعل التكنيكالي yet success ultimately depend on the patient accepting their need for prosthesis and learning to use them يعني بيقولك انت كطبيب كيف بتعالج المرضى انت ممكن تسفح بالشغل ممكن انت تسفح بالشغل تشتغل شغل سفاحة تمام وخطواتك اسطورية لكن لكن التكنيكال وورك لا يكفي نجاحي نجاحي يعتمد على ان المريض تقبل الطقم وقدر يستخدمه اذا المريض تقبل الطقم وقدر يستخدمه حتى لو كان شغلي سيء خلاص اللي تريد بتنجح اذا اشتغلت شغل سفاحة والpatient ما قبلش بالطقم شغلك كان سيء يعني بيقولك الطبيب والمريض دائما بكونوا مع بعض لحتى يحققوا هاي الغاية وفي دائما مزحة بيبزحوها اللهم يا خصائيين التركيبات بيقولك لما يجيك مريض خسران كل سنانه هذا بيظل معاك لحتى يموت لا يفرخكم الا الموت كل ما يضعف الطقم بيتعدله اياه كل ما بده يبدل الطقم خلاص بيجيك ويبدل لك يا وإلى آخرين بيقولك بيبدأ العلاج دائما عند المرضى ببلش العلاج أنا عندي مع أي مريض لما بده من أول عيادة بيجي المريض بخش علي ببلش أهيئه للنتيج النهائية ما بعطيه أشياء أسطورية بقوله إذا إنت سويت لك الطقم راح تطلع كثير مبسوط وراح توكل فيه كل إشي راح توكل فيه الأخضر واليابس لا بحضر المريض بحضر المريض للورستيناريو